النهار ده يعني الموضوع فعلا مع اختلاف الأعمار حقيقي والله ويمكن اللي هركز عليه أكتر أنه الأعمار الصغير الولاد الصغيرين اللي هم لسه بتدأ يعني من 9 سنين و10 سنين و11 فيما فوق بيبدأوا يشتكوا يقولك صداع أنا تعبان أنا همدان إيه يا ابني أنت ما عملتش حاجة أو أنت عملتش حاجة يعني لا لعب ولا جري ولا يعني يصد ما بزلش مجهود بس يقولك حاسس أن همدان كده مش قادر أعمل حاجة فهل ممكن فعلا في سن الصغير ده يبقى عنده مشاكل ونقص فيتامينات حتى لو بيأكل أكل كويس طبعا ممكن في السن ده بنشوف الشكاوي دي كتير جدا عظيمة بدأت بقيت ظاهرة جديدة أو غريبة يعني بيبقى من سوق التغذية ده رقم واحد سوق التغذية والشباب صعب أن كنت يتحبي بيهم في أكلات صحية أعتقد طول الوقت هم بنزلين هنا 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 وبيستسهلوا محل كله مقالي والحاجات الغير صحية والدهون النباتية والحركات كمية السكريات العمال على بطال الناس فاكرة أن السكر ده بيدي طاقة بيدي طاقة فترة معينة يعني لو سكر كتير جدا بيديني طاقة لفترة معينة وبعد كده بيديني كمبليكيشنز كتير قاول بيدي خمول بعد كده كثرة المشروبات الغازية مش الأكثار منها طول وقت والعصائر اللي كلها سكر سكر آه ولاش بايدة ياريت حتى عصائر طبعية آه بالزبط بالزبط لأنا بنصح جدا بالعصائر الطبعية جدا آه وصعب أن الأم تتعرف تموني حاببتي برده كتير عليها برده آه طبعا طبعا هي مهامها كبير جدا يعني آه فبيبقى مين لي سوق تغذية ومين لي نقص الفيتاميناتهم معايدا أصلا ولد عنده 13-14 سنة مكسل يعمل أي حاجة وده في سن نشاطه أصلا ده عزه أصلا صحيح أيوه صح ده عزه النشاط أيوه فلازم نهتم جدا بأكلنا وبطريقة أكلنا وما ينفعش كمان اللايف ستايل أولا لازم شرب المية يبقى كتير جدا يعني ما ينفعش يبقى أقل من لترين ونصف اليوم مية ما ينفعش بأي حال من الأحوال لأن المية لو قلت هتعملي ديهايدريشن هتعملي جفاف والجفاف بيعملي كمليكيشن كتير جدا منها الخمول والكسل آه والصداع سعيتي والله يا دينا خليل بيقصوا نقص المية برده نقص المية ونقص الحديد آه تمان وبتلاقي مثلا عندهم بعض الناس عندهم ضربات قلب عالية وصعوبة في التنفس وما بيبقاش نتيجة مرض معين بيبقى نتيجة نقص فيتامينات ممعدن ونقص حديد طبعا نقص الحديد ده مشكلة على فكرة جدا جدا لأن الحديد هو المسؤول عن والهيموجلوبين مسؤول عن نقل الأكسوجين من الرئة للخلايا أيوا فطول الوقت آه وساعاتي جدنا كده فعلا إحساسا الواحد مخنوق مش قدر ياخد نفسه صحيح والتمثيل الغذائي التمثيل الغذائي اللي هو سرعة الحرق وسرعة الأيد بنواجه فيها مشكلة كبيرة نتيجة نقص فيتامينات بيه فيتامينات بيه دعم جدا للتمثيل الغذائي هنلاقي فيتامينات بيه فين؟ الكاملة يعني عقلة فيتامينات بيه الكاملة هنلاقيها فين؟ لأنه يقولون لي فيه مالتي فيتامين كتير بس موجود فيه فيتامينات بيه واحد وثانة مثلا محتاج فيتامينات بيه 12 كمان أطبع بقول لهم المنتج أعتقد الوحيد الملم بمجموعة فيتامينات بيه الكاملة هو ألب مالتي فيت اللي هو إي أل بي مالتي فيت إي أل بي مالتي فيت اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي ده الملم بمجموعة فيتامين بهك كاملة الدعمة جدا لسرعة الأيد سرعة الحر ودعمة جدا لسرعة التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم احنا مش محتاجينه للنشاطات اللي احنا عارفينها يعني الحركة والنشاط البدني وكده احنا عندنا طاقات خفية محتاجة تمثيل الغذائي ايه هي الطاقات الخفية التنفس وننايمة مثلا أو التنفس في اي وقت ده دي طاقة احنا مش حاسين بيها نقل الفضلات والسموم في الجسم دي محتاجين فيها تمثيل غذائي طاقة عملية الهضم العملية دي مركبة جدا عملية الهضم والاكل اللي بيخش من البق وينزل على المريء وينزل على المعدة ويحصل هدم للأكل ويحصل امتصاص في الأمعاء والمايكروبيون البكتيريا النفعة كل الحاجات دي محتاجة طاقة محتاجة فيتامين به عندك كمان نقل الهرمونات الامبالنس في الهرمونات يعني هيحصل كومبليكيشنز رهيبة لو حصل امبالنس في الهرمونز بتاعتي طيب الهرمونات دي بتتنقل عن طريق الغدد لمستقبلتها في الخلايا محتاجة طاقة نقل الخلايا المناعية وهجوم البكتيريا والفيروسات اللي موجودة اون اير ومحتاجين الخلايا المناعية محتاجة طاقة عشان تحارب أي جسم غريب يخش على الجسم فإزاي نقدر نعلي جدا التمثيل الغذائي والتقاط اللي احنا قلنا عليها بالب مولتي فيت الداعم القوي لفيتامين به الكاملة هو ده اللي بيميز ألف مولتي فيت عن كل المولتي فيتامين الموجودة داعم جدا لفيتامين به لانه بيحتوي على فيتامين به الكاملة الأعلى في تركيز الزنك الزنك اوه لان الزنك انا عندي داخل ألف مولتي فيت 23.9 ميلي جرام يعني أمس 24 ميلي جرام صعب جدا تلاقي التركيز ده في أي مولتي فيتامين تاني طب الزنك مهم الزنك مهم جدا لكل الطاقات العملية الحيوية في الجسم لأي خلايا بتتجدد عندي في الجسم انا خلايا الدم عندي بتتجدد محتاجة طاقة العظم هدم وبناء محتاجين طاقة خلايا الشعر الشعر نفسه بيقع وبيرجع بصيلة الشعر بتندك شعر تاني ومحتاجين زنك عندك أي خلايا بتجدد دوافر نفسها أي خلايا بتجدد محتاجة زنك الزنك مهم جدا للعملات الحيوية ومهم جدا للمناعة المناعة ما بقى الشيء ترفيه دلوقتي لا مش شيء ترفيه طبعا بعدما كمان ما تعرضنا لفترات كانت صعبة ولدينا نعرف قيمتها دلوقتي بقينا نعرف قيمتها لكن المناعة دي لازم كنا حتى من قبل الفترات الصعبة والفيروسات اللي انتشرت دلوقتي احنا لازم طول وقت ندعم مناعتي والمناعة مش بكلم بقى على الفيروسات احنا عندنا دلوقتي كل شوية حاجة بتطلع الفطريات الفطر الاسود فطر قاتل لو اي حد مناعته قليلة هيتمكن منه الفطر الاسود احنا عايشين جسمنا فيه فطريات احيانا بيقولولك التانية لما بتظهر نتيجة نقص المناعة لان جسمي عليه فطريات لكن المناعة بتاعتي طول ما هي عالية الفطر لا يتمكن منها عندك كمان سمعنا عن الجدر القلود يعني كل شوية حاجة جديدة فلازم طول الوقت اقوي مناعتي وبقول لكل الناس اللي بتفرج علينا المناعة هو جشنا هو خط الدفاع الاول لمحاربة اي حاجة غريبة في جسمي قلب مالتي بيت من اقوى المكملات الغذائية الداعمة للمناعة الاحتواء على فيتامين سي والاحتواء على الزنك الاثنين دول اقوى حاجات تقدر تدعملي الخلايا المناعية بتاعتي ودعملي المناعة قلب مالتي بيت مميزاته دعم جدا للمناعة دعم في التمثيل الغذائي زي ما انا قلت والطاقة طبعا والنشاط وداعم لصحة الشعر والدوافر وداعم لصحة عظامي لاحتواءه على كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام مهم جدا لصحة عظامي الفوليك أسد طبعا مهم جدا كمان للست الحامل قبل ما ويا بتخطط لسه عايزة تحمل الدكتورة على طول قولها ابدأي من النهاردة فوليك أسد حتى لو انت لسه محملتيش الفوليك أسد دعم لتكوين الخلايا العصبية للجنين وعدم ويدعم جدا عدم تشوه الأجنة فمهم قوي انها تمشي على فوليك أسد فوليك أسد عندي زي ما انا شايفها على الشاشة الزينك وقصادو الكبر النحاس ويا ريت نصور شكل العالب احنا موجودين في سلسلة السيدليات معروفة جدا موجودة في كل محافظات مصر ما عنديش بديل لقلب مالتي فيت الدكتور السيدلي أو دكتورة سيدلانية اللي ما عندهاش قلب مالتي فيت في الستور بتاحها أو الدكتور السيدلي نقدر نوفره عن طريق الشركة المتحدة للسيادلة وقود السيادلة ده مش هدلين يا جماعة ما تتكلموش عن رقم ده الجمهور ما يتكلمش عن رقم ده الجمهور يتكلموا على الأرقام اللي ظهر على شاشة تحت ايوة الكود ده ده للسيادلة فقط بيكلموا الشركة المتحدة للسيادلة وبيقدر يوفروا القلب مالتيفيت داخل أي سيدالية عنده ده لو في حالة حضراتكم لو رحتوا للسيدالية وملئتوش القلب مالتيفيت معوجود فهو يقدر يطلبوا الدكتور بتاع الصيدالية بالزبط فطريقة الحصول على القلب مالتيفيت هنصور العلبة ما عنديش بديل طريقة الحصول سهلة جدا سواء من السيدالية من السيدالية وطبعا بطمن الناس كلها أنه واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذائق هو لو مش واخد يدينا مش هينزل السيدالية مش هينزل السيدالية طبعا وناس بتستسهل بتقولك أنا لسه بقى مش هنزل السيدالية بقول لهم عندكم أرقام شركة بايو ناتشرل نقدر نكلم عن حريق الرقم بنوصل لحد باب البيت وعندنا صفحة على الفيس بوك اسمها بايو ناتشرل دي الشركة المنتجة لقلب مالتيفيت هيا